اشتركوا في القناة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدين على أهمية مواصلة تعزيز التبادل الثقافي ما بين البلدين الصديقين وشهد اللقاء زيارة إلى متحف اللؤلؤ بمجلس سيادي ضمن موقع مسار اللؤلؤ شاهد على اقتصاد جزيرة في مدينة المحرق حيث اطلع اللورد أحمد على مقتنيات المتحف الذي يستعرض تفاصيل المسار كما وتعرف على جهود هيئة البحرين للثقافة والأثار المتواصلة للحفاظ على إرث مملكة البحرين الثقافي والحضاري اختتمت هيئة البحرين للثقافة والأثار مشاركتها بنجاح في الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي الذي أقيم في العاصمة السعودية رياض وشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين في جوائز المهرجان التي تنافس عليها 29 فيلما من مختلف دول الخليج وفازت بجائزة أفضل ممثلة الفنانة البحرينية القديرة مريم زيمان عن دورها في الفيلم البحريني الطويل ماي ورد للمخرج محمود شيخ ويعد فوز الفنانة مريم زيمان ثاني منجزات مملكة البحرين في المهرجان هذا العام فخلال افتتاح تم تكريم المخرج حسين الرفائي ضمن مجموعة من الشخصيات السينمائية الخليجية عرفت مملكة البحرين بصناعة السفن الخشبية وبرع أهلها في هذه الصناعة التي توارثوها عن آبائهم كما تعتبر هذه الحرفة مثالا للهوية البحرينية ونموذجا للتراث الحي الذي ما زال شاهدا على عراقة البحرين وأهلها منذ آلاف السنين برع البحرينيون في صناعة السفن الخشبية بأشكالها وأنواعها المختلفة التي تعتبر من أوائل الحرف اليدوية التي مارسها الأجداد الأستاذ عبدالله محمد أحد محترفي صناعة السفن الخشبية في المحرق البحرين مشهورة في صناعة السفن من قديم الزمان يعني يمكن من أله لسنين ليس من سنة أو سنتين أو مئة سنة لأنه حكم أنهما جزيرة فأهم كانوا يبون يروحون الضفة الثانية أو الجهة الثانية من باقي الدول المجورة تموا يروحون لعبر المحيط بالسفن طبعا كل ما كبرها السفينة أحسن يعبرهم حكمها فكانت البحرين هي الرائدة في صناعة السفن لصناعة السفن أنواع خاصة من الأخشاب المقاومة للرطوبة مثل خشب الساج والصنوبر المستورد من الهند أهم شيء السفن والسفن بروح أنواع نستخدم السفن في صناعة السفن البيص والأميان نستخدم شيء اسمه بلنغا حين حين حاليا نسمونا بلنغا فرموسيا قابل في شيء اسمه فيني كالفيني في شيء اسمه جنغلي حق البيص بعد تحديد حجم السفينة بحسب نوعها والغاية المستخدمة لها وفق قياسات متناهية الدقة يتم تركيب الهيكل الرئيسي بتثبيت البيص والذي يعد بمثابة العمود الفقري للسفينة كل جزء مهم إنما أهم شيء البيص البيص اللي هو العمود الفقري هو اللي يحمل السفينة البيص هو واحد اللي تحت أول واحد أول واحد حطه هو البيص تتعدد استخدامات السفن بحسب نوعها فمنها البانوش والجالبوت والبوم والبقارة وغيرها من الأنواع المستخدمة في صيد الأسماك واللؤلؤ ونقل الركاب والبضائع عندنا البانوش اللي ميلا السيدة اللي سويحنا بانيش عندنا نسوي السنبوك السنبوك هميلا عقف ما حنيش وي عندنا البوم عندنا الجالبوت عندنا البقالة البقارة القنجة البحرين مشهورة بصناعة الجوالبيت احترف البحرينيون صناعة السفن الخشبية بمختلف أنواعها وذلك لارتباط رزقهم بالبحر حيث تمكنوا من صناعة أجمل وأروع السفن وفي المملكة العربية السعودية شاركت المملكة العربية السعودية إلى جانب أكثر من ثلاثين دولة في مسيرة الإبل التي جابت شوارع العاصمة الفرنسية باريس والتي شارك بها ما يزيد عن خمسين جملا إلى جانب عارضين عارضين قدموا الفنون الأدائية الخاصة ببلدانهم ونظم الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبليات في أوروبا المسيرة التي ترعاها وزارة الثقافة ونادي الإبل في المملكة احتفاءا بقرار الأمم المتحدة بتخصيص عام 2024 السنة الدولية للإبليات وذلك بحضور ومشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الدولية المختصة وممثلين عن القطاعات الحكومية والمربين والمهتمين بهذا المجال وتهدف مشاركة وزارة الثقافة السعودية في الحدث الدولي إلى المساهمة في السنة الدولية للإبليات والتعريف بمبادرة عام الإبل 2024 في المملكة وما تمثله الإبل من إرث ثقافي واجتماعي مهم في البلاد إلى جانب توعية الرأي العام بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبل وإبراز قيمتها في حياة الشعوب اليوم دور المنظمة الدولية للإبل أنها ترفع مستوى الوعي لدى الأوروبيين والفعالية هذه اليوم موجودة في مكان تاريخي المسيرة ستكون لمسافة كيلوين ونص فدخولنا إلى باريس هو مرحلة متقدمة اختارت إدارة مهرجان الشارق القرائي للطفل عبارة كن بطلا لقصتك شعارا للدورة الخامسة عشر التي تقام خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من شهر مايو المقبل مجتملة على أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري حول رمزية هذا الشعار أن القراءة بالنسبة للأطفال تعني تنشئة أجيال غير مقيدة بالتوصيفات الجاهزة للأفكار والمفاهيم أجيال تبحث وتتعرف وتكتشف فلا يعود الإنسان في هذه الحالة عدو ما يجهل بل يصبح بطلا لقصته الخاصة ولا يكون نسخا أو تكرارا لغيره وتتضمن فعاليات المهرجان عددا من حلقات العمل الموجهة للأطفال تتوزع على عدد من المنصات وتخاطب مواضيع مثل الاستدامة والحرف والموسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا